بالمناسبة يعني بالنسبة بالبقية اللعيبة كولر حيمنحهم بالمناسبة أجازة إن شاء الله في الفترة من 9 وحتى 13 نوفمبر هيخودوا مباراة ودية واحدة خلال الفترة التوقف لسه لم يتم تحديد موعدها لكن الفريق استقنف تدريباته بالأمس بعد ما حصلوا على راحة لمدة 24 ساعة بعد ماتش الداخلية وزي ما قلنا التدريبات هتستمر حد يوم 9 واللعيبة إن شاء الله هتاخد راحة 4 أيام ثم تعود مرة أخرى لتواصل التدريبات بص على كل حل هو يعني احنا كلامنا الفترة اللي جاي حيبقى كتير جدا عن المنضيال يعني قولي طبعا المنتخبات العربية المشاركة السعودية وقتر وتونس والمغرب طبعا وحنفص كده زي ما بتقال ويعني أكيد كل التشجيع ليه أربع منتخبات العربية لازم كلنا ندعمهم وفي نفسه طبعا تعال في المنضيال حيبقى يوم 20 تحديدا لغاية يوم 19 ديسمبر فيه فترة حلوة فيه فترة يعني زي ما بتقال كده إحنا بالنسبة لنا راحة للأسف الشديد وطبعا هو للأسف يعني الواحد مش هيتلع يقول غير للأسف هكناش نتمنى ان احنا ما نكونش بنشارك لكن ده هو الوضع حاليا في نفس الوقت انت على الصعيد التاني لو هنبص شوي الجانب إيجابي يا كريم انت عندك منظومة دلوقتي بتسعى جاهدة ان هي تطور من هذه المنظومة منظومة كرة القدم المصرية شفنا ده في قرارات كتيرة جدا يعني فكرة ان انت تعتبر على بعض برضو العناصر الأجنبية تستقطبها من الخارج ان هي تيجي تطور لك ملفات مختلفة في كرة القدم منها مثلا ملف التحكيم زي مثلا كليتنبرج الدنيا شغالة في الأول وفي الآخر انا لو عارف ان انا عندي مشكلة وما باخدش اي اجراءات علشان ابتدي ان انا احلها او اطور من ادائي يبقى انا كده في ازمة اخرى يبقى انا كده محل كسر كويس ان احنا عارفين احنا مش ده المستوى ابدا اللي يليك اكيد بمصر مش ده المستوى اللي يرضي جماهير مصر لكن في الأول وفي الآخر انا شخص بحاول اعمل بحاول اطور من هذه المنظومة وده الاساس اللي احنا بنشتغل عليه من دلوقتي فنتمنى لو احنا ملناش حظ في هذا المونديال يعني المونديال القادم نحنا نكون بنشارك ومش بنمثل تمثيل او يعني يعني يكون تمثيل مشارف اه يعني لا نعدي بقى ده شوية لان نستحق يعني برضو لو رجعت بوسط انت عندك محترفين دوليين مقصرين الدنيا مع الفرق بتاعتهم انت عندك فرق هنا برضو مختلفة تقدر تطلع منها منتخب تقيل ماديا اعتقد ما اصبحش عندنا مشكلة احنا دلوقتي نستقطب اي مدير فني يعني بالسالري او بالمرتب يعني امور كتيرة جدا هتكلم فيها اكيد على مدار الفترة اللي جاية لكن احنا متفعلين الفترة الجاية بإذن الله تكون فترة مختلفة تحديدا اللي حنتكلم مع منتخب مصر